بسم الله الرحمن الرحيم أزيزي التلميذ عرفت في الحصة الأولى من درسي مناظرة حول الفلسفة والشريعة لأبي حيان التوحيدي مجموعة من المعطيات منها أولا أن المناظرة كانت حول الفلسفة والشريعة والعلاقة بينهما ثم أن أطرافها كانت هي أبي سليمان المنطقي وأبي العباس البخاري ثم عرفت أيضا على أن أبا سليمان المنطقي قد وصل في نهاية النص إلى عدم الموازنة بين الفلسفة والشريعة باعتبار أن الشريعة هي وحي إلهي وأن الفلسفة هي فكر بشري وإنتاج بشري أو عقلي بشري بعد ذلك سنمر إلى تحليل النص من خلال مجموعة من المعطيات كما سبقت أن تعرفتها في منهجية التحليل وذلك من خلال عناصر المناظرة ثم من خلال المعجم ثم من خلال الأساليب والخصائص الحجاجية في المناظرة ونبدأ أولا بعناصر المناظرة فكما عرفت في الحصة الأولى على أن المناظرة لا بد لها من طرفين ولا بد لها من موضوع وطرفا مناظرتنا هما كما سبقت الإشارة أبو سليمان المنطقي وهو العارض في إجابته على رسائل إخوان الصفا وأن المعترض هو أبو العباسي البخاري وأن الموضوع أو الدعوة كانت هي عدم الموازنة بين الفلسفة والشريعة ننتقل بعد ذلك إلى دراسة معجم النص وإلى الحقول الدلالية فبرجوعنا إلى النص سنجد على أنه يتمحور حول مفهومين رئيسيين أو رئيسين وهما حقل الفلسفة وحقل الشريعة وفي حقل الفلسفة يمكن أن نجرد مجموعة من الألفاظ والعبارات منها مبعوث إليه متبع دون النبي في إشارة إلى الفلسف ثم المنطق ثم مراتب الأقوال ثم الرأي وغيرها من هذه الألفاظ أما في حقل الشريعة فإننا يمكن أن نستخلص مجموعة من الألفاظ والعبارات ومنها نفض الجلالة الله النبي مبعوث صاحب الشريعة ثم الرسالة في إشارة إلى الرسالة السماوية ثم الورع والتقوى وغيرها وبالنظر في هذه أو في هذين المفهومين أو هذين الحقلين نجد على أن بينهما تعارضاً وذلك أو بينهما تعارضاً أي بين الفلسفة والشريعة نوع من عدم التكافؤ إذن فالنتيجة التي وصل إليها أبو سليمان المنطقي في نهاية المناظرة هي أنه ينبغي عدم الخلط بين الشريعة والفلسفة لأن الشريعة مصدرها إلهي والفلسفة مصدرها عقل بشري ثم لابد لكي يصل أبو سليمان المنطقي إلى الإقناع برأيه أو إلى الوصول إلى نتيجة مع معترضه أو مع معارضه لابد من أن يستعمل مجموعة من الأساليب ومن الخصائص الحجاجية باعتبار المناظرة هي نوع من أنواع النصوص الحجاجية وأول ما يمكن أن يطالعنا به النص والحجاج بالشواهد التي تختلف بين القرآن وبين الحديث النبوي وبين الشعر وبين أقوال الحكماء وغيرها فنجد أنه وظف الشاهد القرآن في قوله تعالى وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وفي قوله تعالى وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُّ الْأَلْبَابِ وهو يشير إلى ضرورة استخدام العقل في الوصول إلى المعرفة ولكن في حذوذ بطبيعة الحال ما هو بشري وأن لا يمكن أن يساوي في ذلك بين استخدام العقل في الوصول إلى الإيمان وبين الوحي وأن يكون وصولنا عن طريق العقل في إطار حدود الشريعة أو في حدود الوحي ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأساليب الأخرى التي وظفها أبو حيان التوحيد أو أوظفها أفوان أبو سليمان المنطقي ومن ذلك القياس وعندنا ذلك في قوله من أراد أن يتفلسف فعليه أن يعرض بنظره عن الديانات ومن اختار التدينة فيجب عليه أن يعرض بعنايته عن الفلسفة فهذا قياس شرطي فصاحب الفلسفة حسب أبي سليمان المنطقي لا يلزمه الدين وصاحب الدين لا تلزمه الفلسفة والنتيجة لا يجب التسوية أو المز بين الشريعة والفلسفة ثم في إطار دائما دفاعه عن رأيه وظف أبو سليمان المنطقي كما وظف أبو العباس البخاري أيضا بشموعة من الحجج الأخرى ومن الأساليب الأخرى ومن ذلك أسلوب الاستفهان في قول أبي العباس البخاري فما الذي تركت بهذا الوصف للذين جمعوا بين الفلسفة والديانة فقد قال هذا أو قد سأل هذا السؤال في معرض بيان حجة البخاري على أبي سليمان الذي كان اعترف بدور العقل في الوصول إلى الإيمان وفي ذكره لمجموعة من الآيات التي سبق الاستشهاد بها وبذلك فهو يحاول أن يجد عليه الحجة في أنه يعترف بدور العقل غير أن هذا الاستفهام قد خرج عن معناه الحقيقية ليصبح حجة للمعترض وهو البخاري أبو العباس البخاري على العارض هو أبو سليمان المنطقي وبالتالي فلا يجب أن يعارض أبو سليمان المنطقي المزع بين الفلسفة والشريعة ماذا ما يعترف بدور العقل في الوصول إلى الإيمان نجد كذلك من الطرائق الحجاجية التي توظف في إقناع الآخر بموضوع الدعوة نجد كذلك السلم الحجاجي والسلم الحجاجي فيما يعني أنه إذا كانت هناك حجة أعلى أو أكبر فالحجة التي تحتها فهي أقل منها وإذا رجعنا إلى النص سنجد أبا سليمان المنطقي يوظف هذا الأسلوب في قوله الشريعة إلهية والفلسفة بشرية أعني تلك بالوحي وهذه بالعقل أي أن الشريعة بالوحي والفلسفة بالعقل وأن تلك أي الشريعة موثوق بها مطمئن إليها والفلسفة مشكوك فيها وبالتالي فالشريعة عنده إلهية والفلسفة بشرية ثم سنجد على أن الشريعة بالوحي كما قال والفلسفة بالعقل إذن فالشريعة مطمئن إليها والفلسفة مشكوك فيها والنتيجة التي وصل إليها ويمكن أن نصل إليها من هذا القول هي أن الشريعة أعلى وأسمى من الفلسفة حسب أبي سليمان المنطقي إذن فهذا النص قد وظف مجموعة من الخصائص الأسلوبية والحجاجية للوصول إلى إعمال العقل في كثير من الأمور ولكن أبا سليمان المنطقي ليس ضد الفلسفة وإنما يتبنها لأنه كان من كبار علماء بغدادة في عصر التوحيد بل كان أستاذا للتوحيد في المنطقي والحكمة والفلسفة غير أنه عارض إخوان الصفا في مسجه بين الفلسفة والشريعة نمر الآن إلى بناء المناظرة فالمناظرة تبنى بناء منهجيا يمر عبر مرحلة الافتتاح وهو الإعلان عن بدء المناظرة أو عن موضوع المناظرة وكما وجدنا في النص الذي وضعناه بين أيدينا وهو مناظرة حول الفلسفة والشريعة أن العارضة وهو أبو سليمان المنطقي بدأ ببيان أن الدعوة هي حول الرد على الإخوان الصفا في مسجهم بين الفلسفة والشريعة ثم مرحلة التدليل وهي إقامة الحجة والدليل كما رأينا مجموعة من الحجج والأدلة التي يأتي بها العارض والمعترض لكي يدافع كل منهما عن رأيه أو لكي يحاول أن يصل إلى النتيجة المرجوة وأخيرا مرحلة الختم وهي انتهاء المناظرة إما باختلاف المتناظرين أو اتفاقهما أو توصلهما إلى حل وسط أو إلى انقطاع أحدهما عن الحوار إذا حس بأن الغلبة لغيره أو إذا كان هناك ضرف يستحيل معه مواصلة المناظرة إذا فالمناظرة تمر بمرحلة الافتتاح ثم التدليل ثم الختم وأخيرا لا بد لكي تفهم كل ما سبق ولكي تستفيد منه لا بد عزيزي التلميذ من أن تقوم بتركيب حول ما سبق الدراسته بكتابة موضوع متكامل تعرض فيه لمكونات المناظرة لما سبق شرحه ثم ترصد الأطراف المتحاورة والتقنيات الحجاجية والأسلوبية الموظفة ثم كيف دافع كل عن رأيه في العلاقة بين الشريعة والفلسفة في حدود عشرة أسطر أن يكون نصا منسجما دالا تستفيد منه أو تحاول أن تبين من خلاله فهمك للمناظرة ولك أن تعود عزيزي التلميذ إلى مجموعة من الكتب التي تساعدك في فهم أدب المناظرة ومن ذلك اللسان والميزان أو التقوثر العقلي لطها عبد الرحمن أو أدب الإقناع في المناظرة للأستاذ عادل عبد الطيف أو غيرها من الكتب المتاحة وأتمنى أن تكون قد استفدت وشكرا